حرصت وزارة التربية والتعليم وفور الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد عن تطبيق أعلى معايير السلامة المدرسية وتنفيذ جملة من التعليمات والتدابير الوقائية الرامية إلى الحفاظ على صحة البيئة التعليمية أكثر من 300 ألف طالب وطالبة مدة جسور التواصل بينهم وبين مدارسهم إما وجاهيا أو عبر التعليم عن بعد وزارة التربية والتعليم وضعت إمكاناتها كافة من أجل عودة مدرسية آمنة وصحية لتضمن بذلك نجاح العام الدراسي الحالي من بعد وصول المملكة ودخولها إلى مستوى الإشارة الخضراء ومن اللحظة التي أقرت فيها المؤشرات الآمنة للحالة الوبائية في البحرين سارعت وزارة التربية والتعليم نحو التخطيط لفتح أبواب المدارس أمام طلاب المراحل الدراسية المتنوعة ممن رغب أولياء أمورهم بأن يتلقى أبناؤهم التعليم عن قرب وبصورة مباشرة اختياريا لتبقي في الوقت ذاته على أسلوب التعليم عن بعد الذي اعتمدته كطريقة استعين بها منذ مجيء الجائحة إلى المملكة غير متغافلة أي الوزارة عن تهيئة الظروف الصحية المناسبة داخل الحرم المدرسي وزارة التربية والتعليم لم تألو جهداً في أنها يتوفر جميع الإجراءات الاحترازية لإبنائنا الطلبة بدءاً من دخولهم بوابة المدرسة طبعاً إلى وصولهم إلى الفصل إذا قلنا بدءاً من دخولهم بوابة المدرسة ففي عندنا فريق مختص مشكل إداري استلام الطلبة من البوابة ومن ثم إجراء الفحص السريع للطالب للتأكد من خلوة من أي أعراض ومن ثم إلى الفصل الدراسي أيضاً وزارة التربية والتعليم وفرت في جميع المرافق خلي نقول الأدوات مالة الصحة والأمن والسلامة كالمعقمات وفرت مقياس الحرارة فبالتالي نحن مطمئنين تماماً بأن جميع الإجراءات الاحترازية هي حسب ما هو مطلوب طرق المواءمة العلمية بين التعليم الوجاهي ونظيره التعليم الإلكتروني عن بعد كانت قد استندت على منهجيات علمية مدروسة راعتها وزارة التربية والتعليم لضمان حظ مخرجات تربوية وعلمية إيجابية يلمسها الطلاب لتعود بالنفع على ألبابهم من خلال مختلف الهيئات التدريسية التي تعول الوزارة عليها بقدر كبير في إنجاح السنة الدراسية بالشكل الذي خطط له أن يكون الطلبة العموماً عن بعد جميع حصاصهم عن بعد في الوقت الذي طلبنا يتمدرسنا في الفصول الذي عن بعد أيضا يتمدرسنا نفس الجدول الدراسي الذي يتمدرسنا الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة فبالتالي نحن مطمئنين أن الطلبة الذي عن بعد والذي في المدرسة كلهم يأخذون حصاص بنفس القدر الكافي والذي يقطي الكفايات التي حسب المرحلة الدراسية ابتداء عدودي ثانوي وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي الفيروس كورونا كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسسات التعليمية ليكون مرجعاً أساسياً يحدد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتعليمية الواجب اتباعها في المؤسسات التعليمية إذ ساهم الدليل في توفير الإرشادات والتعليمات البهمة لضمان الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة من خلال أعمال النظافة والتعقيم بدءاً من المباني والعيادات الخاصة بالمؤسسات التعليمية والحافلات وتسليم الكتب الدراسية وصولاً إلى تنظيم مقاعد الطلبة في الصفوف والقاعات الدراسية لتلفزيون البحرين محمد رشادات اشتركوا في القناة